يقول السيد لقد ابتنيت وعاني من هذا البلاء ابتنيت بمشاهدة أفلام الفضل الصليعة وقراءة المجلات الماجنة الفاضحة وأحاول التخلص فهل ترسلوني وهل من مسيرة للتخلص أجزاكم الله خير الله المستهد الله أكبر الله أكبر يعني سبحان الله هذا البصر لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل معرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يبصر وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارب هذه المعصية الواحدة قد يراه الإنسان معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى المحارب الله قد يرد الله عز وجل العبد غذبا لا لا رضا بعده من صلى الله عليه وسلم وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل المعاصي خطيرة يا إفراد المعاصي تنمية القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب الله عالله إذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرم منها مشهد واحد فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت بكحن النار وجد الإنسان عندها لذة هذه الشهوات ثم يسأل الإنسان نفسه شعالا صادقا يا أخي إسأل نفسه ما الذي جنيتم من هذه المشاهد ما هي الثمان ما هي الفائد طيب رأى الواحد تمتع لكن إش العاقب كتبت في الصحيفة حتى إذا جيت في عرصات يوم القيامة أعرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا تنظر الله عز وجل يقولون عن الرجل أنه كان من طلاب العلم وكان مع أحد العلماء فذات يوم كان هناك غلام مصراني والعياض كافة وكان الغلام له صورة جميلة ففتن هذا الطالب العلم فنظر إليه فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر فقال لي لماذا تنظر الشيخ يقول لطالب لما لا يتنظر فكف الطالب فقال الشيخ لطالب والله لتجدن أثر هذه السيء ولو بعد حين يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياته يقول هذا الطالب فما زلت أنتظر هذه العقوبة فما كفت عشرين سنة هذا القصة ذكرها عن إمام القيم رحمه الله بمدارج السالكين يقول مكفت عشرين سنة وأنا أنتظر العقوبة وإذا بي في ليلة من الليالي نمت وأحافظ القرآن فأصبحت فأمصيت كتاب الله رسم الله صلى الله عليه السلام فالذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله لكنه عظيم ولذلك قال بعض الصلف لا تنظر إلى ما عصيت به ولكن انظر إلى من عصيته النظرة الواحدة قد تظن حياة الإنسان كله نظرة إلى الحرام واحدة فالله الله أخي في الله أنا ما أقنطك من رحمة الله ولا أيأسك من روح الله ولكن أبشر بكل خير أريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الأفلام أريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفة وتتذكر وتقول إنا لله وإنا إليه أي خسارة بنيت فيه الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرتي لك حرام كم فين النظر وكم نشهد رأيت كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع ولعل هذه الدمعة تغسل جنوب العمو أريد منك هذه الدمعة وأدخالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة أن الله يظله في ظله وما لا ظل إنا ظل فقال في السبعة تسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينا أي من خشلت الله عز وجل فادمع هذه الدمعة وفيك أخي الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعاصر وأن تبتعد عنها والله سيعينك والله ما عقدت في نفسك فإنك تتوب عن شيء إلا يوفقك والشيطان يأتيك يقولك لا أنت فعلت أنت رأيت كثير لا ما تتوب والله لو غرق الإنسان في المعاصر من أخمس قدمي إلى شعرة رأسك وأحسن الظن بالله فالله يعينه والله يوفقه فهذا الأمران لداني أدعوك لهم ترك المعاصر والندم على ما كان منك فيها وحسن الظن بالله وأسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا إنه ولي ذلك والقادر عليه الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة